مايسترو مبارياتي لبؤات الأطلس رينالد بيدروس ولد في العام 1971 وهو لاعب كرة قدم فرنسي سابق من أصول إسبانية مسيرته كلاعب بدأها دمن الفئات السنية لإحدى الفرق قبل أن يختف أنظار نادي نونت وهو الفريق الذي لعب له بين عامي 1990 و 1996 حقق معه لقب الدور الفرنسي في العام 1995 مسيرته الكروية تواصلت بعد ذلك مع أولمبيك مارسيليا وبارما ونابولي في إيطاليا وعدة فرق قبل أن يعود مجددا إلى فرنسا للعب مع أولمبيك ليون ومونبوليه وتولوز وباستيا مسيرته الكروية أنهاها مع العديد من الفرق المغمورة في فرنسا وسويسرا وبعد اعتزاله نهائيا في العام 2008 قرر رينالد بيدروس دخول عالم التدريب كمدرب سطع نجمه مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم النسوية الفريق الذي تووجه بطلا لفرنسا عامي 2018 و2019 وبعد لقبي الدور قاد بيدروس سيدات ليون إلى العرش الأوروبي بتتويجهن بلقب دور الأبطال عامي 2018 و2019 قبل أن يفوز بكاس فرنسا عام 2019 إنجازات متتالية فتحت له البابة لنيل أفضل لمدرب عالمي لكرة القدم النسوية منحت له من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عام 2018 مسيرة ناجحة كانت دائما تحت أعين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتتعاقد معه في نومبر 2020 للإشراف على المنتخب الوطني المغربي النسوي الأول وعلى جميع المنتخبات النسوية الصغرى إلى غاية 2023 فحقق إنجازات مهمة مع لبؤات الأطلس حيث تم التأهل لكأس العالم مع المنتخبات النسوية لأول مرة في التاريخ ووصول المنتخب لنهائي كأس إفريقيا لأول مرة في التاريخ إضافة إلى إنجاز تاريخي آخر يتمثل في نتائج الإيجابية المحققة في مونديال 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلاندا ترجمة نانسي قنقر